عزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان قياس المساحة الفكرة الرئيسية للدرسة يا شباب هي أني أستعمل نماذج مربعة الشكل لإيجاد المساحة النماذج المربعة الشكل زي هذه اللي مع البنت هذه أنا واقفة عندي البنت هذه تبقى تقيس مساحة المربع الموجود أو الشكل المربع الموجود عندي هذا البنت هذه استخدمت وحدات مربعة بالشكل هذا اللي في يدها هذه وبدأت تضع الوحدات المربعة جوة الشكل زي ما أنتم شايفين كده المساحة هي المنطقة الداخلية هنا اللي موجودة جوة الشكل يمكن أضع فيها كام واحدة مربعة عدد الوحدات المربعة هذه اللي ممكن أني أوضحها جوة الشكل هي بسميها المساحة فأنا عندي المساحة بقيسة بوحدة مربعة يعني هذي اللي عندي هذه هذه وحدة مربعة واحدة تعال لنشوف البنت هذه الآن قاسي 그�مون المساحة الداخلية لهذا الشكل عبارة عن كم وحدة مربعة يا شباب المساحة الداخلية هنا للشكل هذا كم وحدة مربعة نعد كده واحد اثنين ثلاثة وكمان لسه في واحدة كمان بتطعها هي هنا يبقى كم واحدة مربعة اربع وحدات مربعة يعني مساحة الشكل هذا عبارة عن اربع وحدات مربعة يعني المساحة يا شباب هي عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية فراغ او سطح عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية الفراغ او سطح الداخلي هذا هو عبارة عن مساحة الشكل ومساحة المربعة هذا هو عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية الفراغ أو الصفح داخل الشكل المربع باستخدم أنا في قياس المساحة وحدات مربعة زي الوحدة هذه وزي ما نشوف في التدريبات القادمة يبقى مساحة هذا المربع تساوي أربع وحدات مربعة لنرى التدريب الأول أستعمل الوحدات المربعة لأجد المساحة للشكل هذا طيب يا شباب نستخدم الوحدات المربعة أنا وضعت عندي وحدات مربعة هنا جبت وحدات مربعة ونضع الوحدات المربعة نشوف كام وحدة مربعة أمكن أضعها لتشمل الشكل هذا كامل طيب ناخد أول وحدة مربعة هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أي أن مساحة هذا الشكل أي أن مساحة هذا الشكل يا شباب هي ست وحدات مربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة يبقى مساحة الشكل عبارة عن ست وحدات مربعة أكتب هنا ست وحدات مربعة التدريب الثاني أستعمل الوحدات المربعة لأجد المساحة تعال نشوف المساحة هنا كام مع بعض يا شباب واحد مساحة الشكل هذا واحد مين ثلاثة أربعة أي أن مساحة هذا الشكل عبارة عنها كام واحدة مربعة نعم أربع وحدات مربعة أربع وحدات مربعة أستعمل الوحدات المربعة لأجد مساحة هذا الشكل طيب يا شباب ممكن أنا أعد زي ما كنا زي ما سوينا الآن أجيب الوحدات المربعة وأضعها جوة الشكل وعدها وممكن أعد على طول الوحدات المربعة المكون منها الشكل إذا كان الشكل مقسم عندي بالشكل هذا يعني ممكن أجيب الآن وحدات مربعة وأعد الوحدات أحطها هنا أكمل بها الشكل وعدها وممكن أعد الوحدات المربعة دام إن الشكل مقسم إلى وحدات فممكن أنا أعد وأقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وفي الحالة هذه بيكون مساحة هذا الشكل ست وحدات مربعة طيب مساحة هذا الشكل كام يا شباب ها بدون ما أعد أنا مساحة هذا الشكل كام أحسنتم أربع وحدات مربعة طيب نعد الثاني مع بعض واحد مين ثلاثة أربعة أحسنتم أربع وحدات مربعة طيب نشوف سؤال التدريب رقم ثلاثة أنظروا إلى الأشكال أعلاه وأشرحوا كيف أعرف أيهما أعرفه أكبر ومساحة دون أن أستعمل النمازج بدون ما أستعمل النمازج أقدر أعرف أيهما مساحة كيف يا شباب بدون ما أستعمل النمازج ووضعها جوة الشكل أسوي زي ما أنا سويت الآن أعد الأشكال المربعة الموجودة المقسم لها الشكل وأشوف الأشكال المربعة اللي بيكون فيها عدد أكبر هو بيكون الشكل الأكبر في المساحة واللي بيكون فيها عدد أقل بيكون هو الأقل في المساحة يعني الآن مين الأكبر في المساحة الشكل الأحمر ولا الأزرق نعم الأحمر أكبر في المساحة لأنه فيه ستة وحدات مربعة والشكل هذا أقل في المساحة لأنه فيه عدد أربع وحدات مربعة يبقى بالعدد أو بإني أجيب أستعمل وحدات المساحة ما مساحة كل شكل مما يأتي بالوحدات المربعة في هذا السؤال أنا جبت الوحدات المربعة عشان أذكركم مرة ثانية قلنا فيه طريقتين هذي استعملها مرة ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبقى الشكل هذا عبارة عن خمس وحدات مربعة أكتب خمس وحدات مربعة طيب ما مساحة كل شكل مما يأتي بالوحدات المربعة الشكل هذا يا شباب بدون ماستخدم الوحدات المربعة أقدر أعرف أيو أعد المربعات أعد الوحدات المربعة لمقوم منها الشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبقى الشكل هذا مكون من خمس وحدات مربعة مساحة الشكل هذا خمس وحدات مربعة ما مساحة الشكل هذا يا شباب برضو بنفس الايش الطريقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يبقى مساحة هذا الشكل عشر وحدات مربعة اكتب عشر وحدات مربعة كم وحدة مربعة ملونة باللون الأزرق في الشكل هذا اللي عندي أبغى أعرف كم وحدة مربعة مقوم منها هذا الشكل طيب يا شباب أركزوا معايا في الشكل هذا الشكل هذا في وحدات مربعة باللون الأزرق في وحدات كاملة وفي وحدات ما هي كاملة يعني زي الشكل هذا زي المربع هذا الوحدة المربعة هذه كاملة ولا ما هي كاملة لا نصف الشكل بس نصف المربع بس هو اللي ايش هو اللي ملون باللون الأزرق يبا هذه نصف وحدة تمام وهذا الشكل نصف وحدة لكن هنا وحدة كاملة وهنا وحدة كاملة نعد الوحدات الكاملة ثم بعد ذلك ايش نعد الوحدات لي أنصاف الوحدات ونشوفهم كام يكونوا تعالنا يعد الوحدات الكاملة أول شي طيب واحد هذه هذه وحدة مربعة كاملة يشبه زي المشفين واحد وهذه كمان وحدة مربعة كاملة ثنين هنا يده kem an في هنا ثلاثة كده ثلاثة وحدات مربعة وهذا كمان وحدة كاملة زي المني شفيين أربعة احبان الناي buildEEEE مربع وحدات مربع كاملية الحين فيه الأنصاف عندي نصف وحدة مربعة هنا ونصف وحدة مربعة هنا يبقى هذه مع هذه ستصير كامل هذه مع هذه وصلنا إلى أربع أول والنصف هذا مع النصف هذا يكون وحدة كاملة يعني خمسة تمام والنصف هذا مع النصف هذا ستة والنصف هذا نصف الوحدة هذه مع النصف الوحدة هذه صير سبعة يبقى عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة وحدات كاملة هذي بعدين النصف هذا مع هذه خمسة وهذه مع هذه ستة وهذه مع هذه سبعة يبقى كم وحدة مربعة ملونة باللون الازرق انا عندي في الشكل كده الوحدات الملونة باللون الازرق سبع وحدات كيف عرفت ذلك بالعد طبعا يا شباب بالعد طيب بعد الايش بعد الوحدات الكاملة بعد الوحدات المربعة بعد الوحدات المربعة المربعة طيب نشوف تدريب تقويمي كده يا شباب عشان نشوف فهمنا ده سواء لما فهمنا يلا يا شباب ها ما مساحة كل شكل مما يأتي بالوحدات المربعة مساحة شكل هذا كام يا شباب ها خلينا نشوف الناس فهمت الدهس ولا ما فهمت ها انتظر منكم الاجابة كام مساحة احسنتم ست وحدات مربعة ممتازين سؤال تقويمي سؤال تقويمي آخر يا شباب عشان نشوف الناس فهمت ولا لا ها آخر شي ها ما عدد الوحدات المربعة مساحة الشكل هذا كم وحدة مربعة يا شباب نعد كده كام ما كام يا شباب ثمانية احسنتم واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اي ان عدد اي ان مساحة الشكل هذا بارة عن ثماني وحدات مربعة ثماني وحدات مربعة في نهاية الدرس يا شباب ارجو ان تكونوا قد استفدتم من درس اليوم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته